لفت نظري في رحلة السفر ولو جاهزة هتشوفوها كابتن الخطيب بمجرد ما الطائرة استقرد في الجو واللعيبة كل واحد قاعد في كرسيه لف عليه بواحد واحد بيسلم على كل لاعب وكأنه بيلعب معه ضربة البداية للحدث بيدخلهم في الموت بتاع المباراة احنا خلاص يا رجالة رايحين لمهمة كبيرة قوي فتلاقي كل اللعيبة عندها الإحساس بالسعادة وعندها التقدير للمسئولية عشان كده بقول لكم انك انت بكل ما عندك من قوة لهذا النموذج عندك قدرة لهذا الإلهام لهذا الجيل هتلاقوا بصوا اهو كابتن الخطيب هيبدأها واحد واحد ومع كل لعيب تقريبا عارف بيقول له ايه واكرم شوية وإمام عشور شوية وكهربا شوية بصوا على طول بيحط اللعيبة في الموت بتاع المباراة يلا يا رجال احنا رايحين لمهمة كبيرة طبعا حسين الشحات هنجيله دلوقت بكلام مهم وقفشل للناس قالت لك زعلان ومقموسه متضايق اتفرجوا على الحالة المعنوية للعيبة وكابتن الخطيب لف عليهم واحد واحد طبعا الكل مركز الكل بدأ يدخل في مود المباراة وبرستاو وطبعا كل اللعيبة كل واحد حدوت الواحده انما عايز اقول لكم على حاجة انا بس عايز يعني اخد حاجة لفتت نظري حرص الكابتن الخطيب على انه يفوت عليهم واحد واحد ويتكلم كل واحد فيهم في حاجة تخصه ايوة هي رسالة بيقول لهم احنا شايفينكم ومقدرين اللي بتعملوه وبنحترمكم ما تدشهد نقر حد تاني انا رئيس النادي اهو جايلك لحد عنده كنت قاعد بتسترخي انا لسه ما قعدتش بالسراع مش هاعد غير لما اتطمن عليك اي رسالة بسيطة لكن عميقة اه واتخلي اي حد ما فيش حد يعني مودست اهو هيقول لك ايه ده ده شاف حاجة حلوة مختلفة واكرم كل كل النات وفي لقطة تانية شفنا افشاوة شفناهم كله اي امام عشور يعني الحرص على انك انت كل لعيب حتى اللي كان شاكل ان فيه حاجة ممكن تتفسر غلط التاتش ده اللامسة دي بتخليه لا 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 الناس دي شايفانا صح واحنا في بالهم وبتجدد الدوافع طيب